تعلمتم في دروس سابقة أنه يمكنكم التعبير عن الضرب على شكل عمليات جمع متكررة مثلاً إثنان ضرب ثلاثة يساوي إثنان مكررة ثلاث مرات أي إثنان زائد إثنان زائد إثنان لاحظوا أن لديكم إثنان مكررة ثلاث مرات ويساوي ستة في هذا الفيديو تتعرفون على عملية حسابية جديدة تمثل تكراراً لعملية الضرب هذه العملية هي حساب الأس هذا مثال يوضح لكم عملية حساب الأس سوف تحسبون إثنان أس ثلاثة انتبهوا أن إثنان أس ثلاثة لا تساوي إثنان ضرب ثلاثة لأن ثلاثة هنا تبين عدد مرات تكرار عملية الضرب إذن إثنان أس ثلاثة يعني تكرار عملية ضرب إثنان ثلاثة مرات ويساوي إثنان ضرب إثنان ضرب إثنان حاصل الدرب هذا يساوي ثمانية إذن إثنان أس ثلاثة يساوي ثمانية جربوا مثالاً آخر كم يساوي ثلاثة أس إثنان؟ ثلاثة أس إثنان يساوي ثلاثة ضرب ثلاثة ويساوي تسعة الآن جربوا مثالاً آخر 5 أس أربعة يساوي 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 أي 5 مكررة أربع مرات انتبهوا ألا تخلطوا بين الأس والضرب 5 أس أربعة لا تعني 5 ضرب أربعة بل 5 في 5 في 5 في 5 الآن حسبوا النتيجة 5 ضرب 5 يساوي 25 25 ضرب 5 يساوي 125 125 ضرب 5 يساوي 625 هكذا تكونون قد تعرفتم على مفهوم الأس